عصير أو كوكتيل أناناس وتفاح حاجة روعة جداً برضو برضو يعني سموزي هيبقى معانا حلواوي هنحتاج في أناناس أنا واخد أناناسية فرغناها وقطعناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده أوخدوها المعلب رحتكم خالص اتنين هينفعوكم عندي عسل عندي تفاح كل ده مجمد الفكهة بتاعتي عندنا كمان عسل وعصير عصير إيه عصير يا أناناس يا لمون ويفضل أنه يبقى لمون عشان يبقى معاكم حلوة قوي 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 أخد العسل أهو وابتدي أحط معا لمون شوية ماء وحط اللمون من تحت عشان إيه يبقى معايا حلو وارجع أبتدي أنزل بالتفاح بتاعي وانا وقعت حاجة تقريبا مش واضحة قدامي طيب عملناها كده أهي هاخد دي هنا وهزود نقطة مية عشان أساعد الخلاط بتاعي وده ضروري جدا حتى أنتم عملوه برجع أأكد عليه ولو حسيت أنه محتاج هارجع تاني أزود مية شوية والكنافة كمان بالمانجو طبعا البنوتة اللي طلبتها هتلاقيها أهي على الشاشة وكده كده بس كده ومشروبي بقى جاهز معايا الرائع الجميل جدا والحلو قوي هصبوا الأول أيوة 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 وهنزبط الدنيا دلوقتي في الشاشة اللي هاتي اشتركوا في القناة